وفتتح حتى اليوم أعمال الدورة للجنائية الثانية لمحكمة الإسناب بالعاصلة اليمينة المناسبة رأسها وزير العدل المكلب حقوق الإنسان البروفيسير أحمد محمد حسن هارون أبادم والمزيد من التفاصيل بحضور وزير العدل المكلب بحقوق الإنسان حامل أختام البروفيسير أحمد محمد حسن بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الجنائية بمحكمة الاستئناف حيث جرت العادة بقراءة الأمر الذي بمجيبه تم تحديد تاريخ هذه الدورة وعقب ذلك التحدث المدهي العام مولي لوابان بي برينو قائلا إن هذه الدورة الجنائية الثانية أقرها مجلس القضاة لمحاكمة المتهمين بارتكاب عمليات إجرامية وقد أشار إلى أن الدورة الأولى جرت في تاريخ ما بين الرابع عشر وحتى التاسع عشر من أغسطس 2017 موضحا أن الاعتداءات الإجرامية ترتبر مخاطر تهدد الحياة العامة حسب القانون وأضاف أن تأخير محاكمة المتهمين جاء بسبب الصعوبات المالية وأن هذه الدورة تتكون من قضاة وكتبت عدل مهنيين وبمساعدة آخرين تقليدين وأخيرا دعا عضاء المحكمة الجنائية إلى احترام النصوص القانونية والإنصاف في اتخاذ القرارات والحكم بحيث أن الشعب ينتظر بكل أمل أن يأخذ القضاة مجراه من القضاة المثيرة التي تم تدوينها ضد المتهمين عمليات إجرامية كالقتل والاقتصاب وتزوير وثائق رسمية نظم مركز سيفود ورشة حول تبادل توقعات القانون الجنائية الجديد وجاء تنظيم الورشة بالتنسيق مع وزارة الشؤونية الخارجية حيث الأمين العام للإنابة للوزارة دا سيدي جونيفي هو من رأس المناسبة حالي مساعدة عقوب في سياق هذا التقرير الذي يقره عبد الرحمن آدم رحمن أطلق الأمين العام النائب لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي ورشة التبادل حول توقعات القانون الجنائي أجادي في المجالات الفنية والاستفادة من الأساس للمردود القضائي في شات كانت هذه هي أبرز الموضوعات التي تضمنتها الورشة والتي تحدث من خلالها المدير العام لمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سعفات إيف جوفات مؤكدا أن هذه الدورة ناتج للمشروع الخاص بقسم التهالي للأسس القانونية في شات هذه الورشة هي فرصة لتقوية الكفاءات وتبادل المعلومات التي تسهم في تنمية القضاء وتحقيق العدالة عبر القانون الوطني الأمين العام النائب لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي دا سيدي جيباه أكد بأن الإطار القانوني بسجل شعب ضرورية للمواطنين وعليه فإن الهكومة تحت قيادة رئيس الجمهوري إدريس ديبيتنو قد تأهد ألافته آفاق واعدة في التنظيم العام بهدف تطوير وتهديث المجالات القانونية وخصوصا القانون الجنائي والذي أشار إليه في الثامن من مايو الماضي والجدير ذكره أن مركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية يعد من المراكز الفكرية الساعية إلى تحقيق المستوى الأفضل للمواطنين في البلاد اعتمد سهل يوم المندوبية الإقليمية للصحة بالعاصمة الجمينة خطة للوقاية من وباء مرض القولرة كان ذلك بحضور عدد من العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية بمختلف دوائر العاصمة الجمينة محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل بهدف مكافهة الأمراض الوبائية والموسمية جاءت هذه المناسبة الخاصة باعتماد قطة الوقاية من الإصابة بمرض القولرة بمدينة أنجمينة وذلك بمبادرة من منذوبية الصحة العامة لدى مدينة أنجمينة وبتنصيق مع مشروع توفير المياه الصالحة للشرب والنظافة حيث تضمنت الخطة عدة محاور كالتوئية والتدريب وتوزيع الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب مواد التطهير والنظافة ونشيروا إلى أنه فقد تم اعتماد القطة من قبل المدينة والمشاركين وسيتم تنفيذها مباشرة ضمن التدابير الوقائية وحماية سكان العاصمة أنجمينة من الإصابة بالأوبئة الموسمية شهد إقليم اللقون الغربية لانطلاقها الرسمية لإسبوع التجير وكان الأمين العام لإقليم جاناجكلا هو من أطلق نشاطات أسبوع التجير لللقون الغربية محمد وإثمان بشير كغيرها من مختلف أقليم البلاد مدينة مندو حاضرة إقليم لوقون الغربي شهدت هي الأخرى أسبوعا كاملا من حملات التشجير خلال الفترة الماضية ذلك بمناسبة الأسبوع الوطني لشجرة دورة 2017 الأمين العام لإقليم لوقون الغربي جاناجكلا أكد بأن عمليات التشجير هذه تأتي نتيجة لخطة عمل وضعتها الحكومة من أجل المحافظة على البيئة ومكافهة الزحف الصحراوي الذي بات يحدد القرى هذا وقد شارك في هذه الحملة عدد لا بأس به من أبناء الإقليم وبعض من المسؤولين الإداريين والتقليدين الوفد التركي الذي جاء إلى البلاد بهدف توزيع الوحوم الأضاحي للأسر الضعيفة قام بذيارة للمجلس الأعلى للشيون الإسلامية بجمهورة جهد أحمد ياسن عبد الرحمن مبادرة منها الجمعية الخيرية الإنسانية بالبلاد بالتعاون مع بعض الجمعيات التركية قاموا بتقديم وذبح ألف رأس من الأبقار والأغنام كأضحية بمناسبة عيد الأطحى المباركة والمستفيدين من هذه الأضاحي هم من شتى طبقات الاجتماعية والفقراء والمحتاجين بقرية قوي ومدينة جمينة بكل من السجن والمستشفى المركزيين وقد عبر ممثلو هذه الجمعيات الخيرية عن انطباعاتهم وأحاسيسهم بمشاركتهم لهذه الشرائح وتفعيل معنى التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام هذا وبعد توزيع لحم الأضاحي فقد انتهز أعضاء الجمعية الخيرية الإنسانية والوفد التركية بزيارة إلى المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بهدف تقديم تهاني العيد لرئيسه الشيخ الدكتور حسين حسن البكر وكذا شرح العمل الإنساني الذي قدمته الجمعية بالتعاون مع الشركاء الأتراك والذي يعود بالنفع للمواطنين عامة دون تمييز في الدين أو العرق أو اللون نعتذر لهذا الخطأ لأن هذه المادة كانت اليومي أمس وخبر لم يكن جاهزا أنهى المشاركون في أعمال الدورة التدريبية حول تعليم الإنجيل الصالحي بعض الشباب المسيحي أنهوا تدريباتهم المحلية وحموصة بحمود الفيل اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الثامنة لقادة وشباب الدينة المسيحية القادمين من مختلف مدن وأقاليم البلاد والتي جاءت بعنوان مهمة الشباب المسيحي وقد ناقش المشاركون خلال خمسة أيام العديد من المواضيع أبرزها دور الشباب المسيحي في مجتمعه وكيفية مواجهة التحديات والمشاكل الاجتماعية فضلا عن معرفة كلام الرب والعيش في سلام دائم بين أفراد المجتمع في كلمته الختامية بهذه المناسبة مناسق مجموعة الشباب المسيحيين بيتو دي إونوسان شالوم قال إن هذه الدورة سمحت لشباب الدينة المسيحية كيفية تبادل الأفكار ومعرفة التقوس الإنجليتي بالإضافة إلى تعليم بعض الفنون والمهارات التي تساعدهم في حياتهم العملية طالبا من المشاركين تطبيق ما تلقاه العرض الواقع هذا وقد تلقى المشاركون خلال هذه الدورة عدة تدريبات في مجال الترميم والتغليف والإعلام وخرج المشاركون بتوصيات أهمها تنظيم الدورة القادمة خارج العاصمة بهدف مشاركة أدباع الديانة المسيحية بأقاليم البلاد وعليه فإن عدد المشاركين في هذه الدورة مئة مشارك ومشاركة قدموا من بعض أقاليم البلاد ودولة الكامرون يمثلون مختلف الكنائس الإنجليا نظمة الفيدرالية الدولية لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر